اهلا بكم اعزائي المشاهدين صباح الوردة عليكم صباح الفل وبرنامج معنور صباح الانتصارات وصباح النصر دايما منصورة يا بلدي منصورة يا مصر دايما والذكرى 47 من حرب اكتوبر المجيد انتصارنا القوي قائم ضد اعداءنا الاعداء الصهينة طبعا وحرب عظيمة وانتصار عظيم على مدار تاريخ البشرية انا على المستوى الشخصي بقول عليه انتصار على مدار تاريخ البشرية لانه كان فيه حاجات ما توجدتش وزكاء ما توجدش بالنسبة للمصريين ما توجدش قبل كده على مدار تاريخ البشرية فعلشان كده بقول ما ينفعش طبعا نعد الايام دي وما ينفعش نعد شهر اكتوبر غير لما نهني الشعب المصر العظيم وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم في انتصارات وفي حب ومودة وفرحة ودايما يا رب في تحيق احلام وتحيق طموحات وكل سنة وكل عام وحضراتكم بألف خير وانتصار حرب اكتوبر المجيد وطبعا بالانتصارات ودايما كده في حب وانتصار وهنا وطبعا كان لازم انا وجهلكم التحية والشكر لكل ابطال الجيش المصري قبل ما نبدأ حلقتنا وكان لازم اهن الشعب المصري كله قبل ما نبدأ فكرتنا ونبدأ حلقتنا هنتكلم النهاردة عن موضوع بيهم ناس كتير قوي طبعا بما يننا دخلين على الدراسة وعلى بقى الناس الاولياء الامور مشدودة قوي علشان خلاص بدأنا شهر الدراسة وشهر العام الدراسي الجديد وكل سنة وانتم طيبين فاولياء الامور معينا دايما مشدودين 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 ليه طبعا او لا يعني فيه طلبة بتذاكر وتحب انها تذاكر وتحب انها تنجح وتكتهد وفيه طلبة ما بتذاكرش تحبش المذاكرة هو انا انا انجح انا اذاكر اخر شهر او اخر شهرين في المدرسة وده طبعا غلط لازم عشان تحقق طموحاتك وتحقق هدفك لازم تذاكر لازم طبعا تكون قد المسئولية لان المذاكرة مش حاجة سهلة حاجة صعبة جدا وعلشان تنجح وتبقى متفوق في دراستك مثلا مهندس دكتور زابط وتحقق انتصارات وتحقق احلام دايما لازم تذاكر هنعرف طبعا كل ده واكتر هنتكلم عن المذاكرة واهدفها واهميتها وكل ده مع الاستاذ اللي مشرفنا النهاردة الاستاذ حسام معويس مستشار تدريبي بالاكاديمية الكندية والمركز العربي اهلا بحضرتك يا سفاقني فاند اهلا بحضرتك منورني النهاردة ومشرفني تحب يا سيد حسام تقولينا ايه بقى المذاكرة واهميتها وعشان سيدة المشاهدين طبعا كلهم وولاية الامور طبعا متابعيننا لازم نعرفهم يعني المذاكرة واهميتها تفضل في البداية طبعا يعني موضوع المذاكرة بهم كل البيوت فانا عايز اقول يعني ايه مذاكرة المذاكرة زي ما قلنا قبل كده بس انا هنتوسع بقى في التعريف شوية ايه نحن نتقل المذاكرة العابرة عن نقل المعلومات من خلال الحواس في عدى الجسم الانسان للمخ يستقبل المعلومات من خلال الحواس وتفضل المعلومات دي ايه في المخ يعمل ايه ، يحل المعلومات دي هيت يحلل المعلومات بيحللها يعني هيخز المعلومة الأول ويبدأ يشوف المعلومة دي هل ليها بالجرامة عنده ولا لا يعني هل متقررة هل متشابهة هل فيه مثلا بتكمل معلومة تانية وغضبال حضرتك وبعد كده يحطها في مكانها الطبيعي طيب يعطها زي في مكانها الطبيعي يمكنش فيه تشويش للمعلومة يكون المعلومة جاية تكون الحالة المزاجات على الإنسان أو الموت بتاعه يكون في الموت كويس يا بص التعريف ده على فكرة بيشرح موضوع المزاكرة كله من الألف الياء يعني أكتب على ورق أهل أسئلة أخش امتحاني طب أفرغ زي المعلومة لازم المعلومة دي تتراجع أكتر من مرة لو في نفس اليوم أنا ذكرت النهاردة هو درس فلو عدى اليوم النهاردة من غير ما ذكر الدرس دوت أنا عايز أقولك 80% من المعلومة هتتنسي علشان إحنا ما فرغناهوش في حاجة أو ما بالرفع عليكم لا أنا الفكرة إن أنا لازم ذكرت دلوقتي لازم أراجع تاني في نفس اليوم في المال إبان غوث طيب راجعت النهاردة بالليل قبل منام طبعا قبل النوم ده أحسن معدل لمراجعة إيه؟ الدرس اللي أنا أخدته في نفس اليوم معقولة؟ دي برضو أبحث علمية بعد ثلاثة أيام نفس الكلام أراجع الدرس بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين المراجعة دي أما أجي حل بقى وأفرغ المعلومة تبقى سهلة جدا جدا تبقى سلسة مع طالب بطريقة سهلة جدا عمري ما هنسيها الحاجة الثانية برضو في المذاكرة إن المعلومات أو المذاكرة عمتها لازم أعرف الهدف منها إيه؟ ما معرف الهدف منها بيكوي المعلومة جوه عندي ويثبتها أكتر في الزكرة الدائمة المعلومة دي ليه؟ لكن روح بيذاكر مستوى سطحي يعني بيذاكره خلاص ذكرت النهاردة ونسيتها خالص أو سبتها أكيد هنسيها لكن فيها حاجة اسمها المستوى العميك اللي وصلوا ليه للمعلومة إن أنا أحاول أفهم المعلومة أستفد منها إزاي؟ إيه الغرض من المذاكرة؟ لو عمتت ذاكرة كله المعلومة تبقى إيه دورة في حيات المعلومة تبقى منظمة؟ وما أجل أستدعي المعلومة في مرحلة التفريغ حلقيها جاية من غير تشويش؟ ده الفكر البسيط للموضوع المذاكرة يعني إذا هي مش صعبة فعلا وهي شايفها صعبة لكن هو شايفها صعبة دي وجهة نظره تحترم بس طبعا أنا عايز أقول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق البشر ورب رسم العدل متسوين في التطاقة والعقل والوقت يعني كدنا عندنا 24 ساعة في اليوم صح؟ طيب اللي شايفها صعب ده شايفها صعب ليه؟ في حين إن الشخص ده نفسه اللي شايف المعلومة صعبة هو نفسه عنده يعني مواد سهلة طيب إنت دلوقتي تشايف إنه في مواد سهلة ومواد صعب ما فيش حاجة اسمها مادة صعبة يعني المشكلة فين بقى؟ المشكلة إنه هو ممكن بقى نرجع للمعتقدات القديمة وهو صغير مثلا مدرس كرع في المادة مدرس ضربوا دي مشكلة تانية خالص دي مشكلة في ناس ما بتحبش بتربط المادة نفسها بالمدرس للأسف بيصدم المادة آه آه فعلا فيقولك دي المدرس كذا المادة ملاجد لعوة هو المدرس السيم من الناس هو يعني ممكن يكون عنده خطأ فطبعا المدرس دا سبب كبير جدا بيخلي الطالب يكره المادة ويصدم المادة دي طريقة الطريقة التانية ممكن يكون الطالب نفسه مش عارف يذاكر المادة الطريقة المعروضة للمادة الطالب مش قادر يستوعفها طب إيه الحاجة التالتة؟ إن الطالب نفسه يعني إيه واحد صاحبه قال له دي المادة دي صعبة داخلين مسلا أول يوم في الدراسة نعم فازمي دي اليك play hiking يقولي ده المادة دي مادة صعبة جداi خلاص أنا خدت منه واخدتiana المخ يصدق الكلام المخ على تكريه بيصدق Dunkid في الصدق فصدق المخ يصدق الكلام فبدأ المخ يشتغل على ذوت أنا فاكرة كنت بتقولي للحلقة اللي فاتت فحلقتنا اللي فاتت المخي لما يقول هنا أنا شاطر أنا شاطر أنا شاطر بيصدق نفسه ليش زي ما بيقوله أنا ألا فاشل أنا فاشل أو أهلله يقولوله أولا الأمور أنت فاشل أنت كذا فده غلط. اتفضل كان. اه تفضل. هنا بقى ايه? انا لازم ايه? في حاجة بقى ايه? اسمها تنفس تنغومي. اه. بمعنى? هقولها لك. بمعنى ان انا ايه? اخد يعني ايه? استرخاء جسدي. يعني اعود كده براحتي. معودش شادد. ماشي? ونزل رجلكها عالارض ووقعب كده ايه? وابدأ اخد تنفس تنغومي. ابدأ. اخد نفس امن ريئتين. لحد الاخر. مابقاش بخيل عن ريئتين. مليت ريئتين اه. وابدأ احا باشي. اقولك تمن نفس على قد ما اقدر. يعني افضل كانت مطبعا مش هكتمره لحد ما موت. عشر ثواني كده وفضل. يعني اه احاول لك اكتمر على قد ما اقدر. وبعد كده اطلع. ببطئ جدا. دي اسمها التاقة السلبية. بتطلع ببطئ جدا. فرخة. دي رفع عليك. واعمل التبنيده ترات مرات. دلوقتي اعمله تلات مرات. واعمله تاني بعد شوية. طبعا انا احنا في اجازة. فالطالب يعمله وانا عايز اشرح دي في الجزئي بتاعت المادة الصعبة لو تسمحي لي اجد ورها واشرحها. ممكن? فضل. عشان هقولها دي دي موجودة معنا في السؤال ده. ما شاء الله عدت حدرتك. مذاكرة ما شاء الله. فانا عايز اقولي. فانا ما بقولش ان المادة لي صعبة. لان هي مش صعبة. طب انا دلوقتي عايز احل المشكلة. حسام قال لي مفيش حاجة اسمها صعبة. والمواد سهلة. طب هيسيبني كده ويمشي. لا. المادة الصعبة انا بعمل ايه? بشوف الطلبة اللي بتحب المادة لي. صحابي. بشوف المدارسين اللي بيحبوا المادة لي. واس اكتب اسمه مثلا. اطلب فلان. مثلا حسام مثلا. ايه رأيك في المادة لي. طبعا هو بيحب المادة. هيقول المادة لي جميلة. اه. طب اذاكيرها ازاي? واحد اتنين ثلاثة اربعة. اجل واحد تاني. اقول السيدة نور. تقول المادة لي كويسة. اذاكيرها ازاي? اقول السيد ناصر عشان مزعش. اقول ناصر الشاي. اه طبعا. المادة هيقول مثلا بما دي. هيقول طبعا كلام ايجابي. اسأل المدارسين بتوقع المادة. هيقول المادة لي عظيمة. ازاكيرها ازاي? واس او خش عالنت. اشوف المادة لي. ايه برضو الكلام الاجابي اللي عليها. امسح الجزء السلبي. اه. افلطره مخدوش. واخد الجزء كويس. وزاكيرها ازاي? اقول لي انا زاكيرها. كزا. اجيب عام بقى تمنين التنفس التنغوم اللي احنا كنت نتكلم عليه من شوية. اهو. بص عملت الورقة ازاي? اهو. ده هنا بقى اسماء الناس. جميلة ولا لقى? ازاكيرها ازاي? باجي هنا بقى ايه? جميلة الكلام الاجابي على المادة. اعمل كده. نورالي السادة المشاهدين بس علشان. واعمل كده. نعم. هنا نورالي السادة المشاهدين في الكاميرا. اقول ما سينا جميلة. المادة كويسة. المادة ممتعة. المادة شيقة. ده كلام الناس اللي بتحب المادة اللي انا بكرهها. طبعا اسماء امه هي. وزاكيرها ازاي اهو. بس انا عايز دي دلوقتي. اعملها كده. واعمل التمنين اللي هو ايه? اللي هو الاسترخاء والتنفس التنغومي. عشان اوصل للحلقة الف. اعمل كده اه وطبعا ما شدش نفسي لا. اخدني كده مسترخي. واخد نفس عميق. واكتمل نفس. وابدأ اطلع النفس ده بالراحة. على قد ما اقدر ابقى بخيل بقى او انا بطلع النفس. اعمل التمنين ده تلات مرات. وابدأ على كده بص. المادة الفلانية. طبعا انا اقول اسمها. جميلة. كويسة. حسنة. كذا. وابدأ اخذ الجزء الايجابي بتاعها. المخ هنا بيصدق. طبعا انا عملت كده ليه بقى الوصول للتمنين ده عملته ليه? انا غزيت المخ باكش والمخ بيحب الاكشجين. اعدي له اكشجين كتير جدا. وبعد كده المخ بيبقى معي بقى مارين. وابدأ ان انا اقول لي المادة لي كذا. بيبدأ المخ يستوعب. العقل اللوائي. بطاير لغة المعتقد القديم. وفي واحد بيجيب مية وياشرب مية المية اتش تو او. زارتنا هيدروجين وزارة اكشجين. لما يشرب مية مع التمرين ده برضو المخ يتغزة بالاكشجين. فبالتالي هيبدأ المخ ينشط هيبدأ المخ يحب المادة. دي اول مرحلة. انا احب المادة اللي انا انا شايف انها صعبة. انت بتغير المعتقد من زمان. اه. دي اول مرحلة. التمرين ده طبعا بتعمل في اليوم مرتين او ثلاث مرات على مدار واحد وعشرين يوم. طب انا بعد عشر تيام ببدأ احب المادة شوية بشوية. اعمل ايه? ممكن انا ارسم قلب. في غرقة تانية او تحت هنا. ارسم قلب واكتب اسم المادة جوه القلب. وعلقة على الحيطة. ده بيساعد على النمول الزاكرة على انها تستوعب ان دي المادة دي حلوة وانا هحبها. ده بعد عشر تيام. كل ما اقوم بي عليها. اروح مش عارفين ابص عليها. احطوه على الموبايل. بدأت انا برضو المخي ايه? يقول لك حب المادة. وانا شغال برضو في تمنين انت تنافس تنظومي. يعني بيصدق. المخي بيصدق. طب دي مرحلة. طيب اعمل ايه تاني? المرحلة التالتة. المادة لي ايه فايدتها? ويريتني اعمل كده في كل المادة. اخش عن التقواس على الحد ايه فايدت المادة لي? والله فايدتها واحد اتنين تلاتة. بتفيدني الاحياء مسلا. بتفيدني في المجتمع في بتقول ايمان. اه. بيديني علوم. بيديني معارب. بتزود ادراكي. اه. لو انا بقرأ الاحياء. فهنا الكلام ده كله بيبدأ يوسع ويخلي المخ يحب ايه? يحب الحاجة ديت. الحاجة اللي بعد كده. اشوف الحاجات اللي هي ايه بقى? في المادة لي. عن الت. لو انا بقى لو انا النمط بتاع التعلم بتاعي بصري. بحب اشوف الحاجة بعيني. اشوف اسهل دروس في المادة. حتى لو بتاع السنة اللي فاتت. انا بتكلم النهاردة لسه بدأ ناشط دراسة. اه. اسهل دروس السنة في نفس المادة واشوف حد بيشرحها كويس. على ايه? على النت. انا هنا بحب المادة اكتر. على ايه ده المادة سهلة. انا كنت ظلم المادة دي. معقولة المادة غلبانة. المادة ما لاتشدعه بحاجة. المشكلة في فلان او فيها. بيبدأ يصدقها بقى. كده خلاص. الواحد عشان يوم كده خلصه. وبعد كده الخطر يبقى يدعي لنا بقى. اه. طب بما اننا بنتكلم عن موضوع وحلقتنا النهاردة عن المذاكرة. ايه فرق بين الزاكرة والمذاكرة? يعني فيما بينهم فرق في العلاقة ما بين الزاكرة والمذاكرة? طبعا. اه. يا المذاكرة شغالة على الزاكرة. الزاكرة لازم نراحض يكوز الزاكرة بتاعته. انا في الاول لما قلت لك تعريف المذاكرة. اول حاجة قلتها ايه? نقل المعلومات من خلال الحواس الخامسة. اه. فهنا لو المعلومات دي اتنقلت. والحواس الخامسة فيه تشويش. المعلومة توصل للمخ ايه? مشوشة. وبالتالي لما اجا استدعي المعلومة. هلاقي المعلومة مش كاملة. اه. صح? اه. فبالتالي اول خط خطوة. لازم ايه? انامي الحواس الخامسة. في موضوع الزاكرة. اول خطوة. وزي مش عارف قلنا ولا لا اللي عاملوكم هنا. اه. ان احنا ننميها عن طريق ان انا مسلا ايه? استخدم حسط الشم. اغمض عيني. وشم مسلا. اه قلناها. قلناها طبعا. اه شطة. بالضبط. اه. وابدع مسلا حسط. ان انا بص افتح الدولاب. ابص على الحاجة اللي جوه الدولاب. وابدع اغمض عيني. طبعا. عشان في ناس طبعا الحلال الفاتت ما تابعناش. الحل لازم نعرف للناس ايه اعمل ايه شم ايه واعمل. في ناس هتقولك طب ايه هو بيقول ايه. شموا. اه. 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 لازم نعرف السيدة المشاهديني اللي هو الحتة بتاعت ان احنا لازم نغمض عنينا ونشم حاجة اه. اه. انا دلوقتي هادخل المطبخ. اه. وهشم مثلا بهارات. ده بيقوي الزاكرة عشان الناس ما بتحكش علينا بس. ده بيقوي الزاكرة. هشم حاجات في المطبخ مش حاجات تانية. هشم مثلا بهارات. هشم طبعا الشطة كل ناس ه امجرد ما بتشير مجرد يطس. الناس كلها هتعرف ان دي ايه شطة. المام بيقوي حس الشم. هم. بعد كده افتح مثلا الدولاب. انا امفتها عيني. ابص مكونات اللي في الدولاب. اغمض عيني. وابدت اتخيل التفاصيل اللي في الدولاب. اه. دي برضو. بكوي حواس. الخامسة. الحاجة التالتة. ان انا ايه. اكتب حاجة بايدي. وبص عليها. وابرضو اتخيلها في الزاكرة بتاعتي. ايه ايه الحاجة دي. كتبتها كذا. زي ما قلت المرة اللي فاتت. 3 أو إن أنا بغم أدعيني وشب حضر الكاعدة وفيه 3 أو واتخيل تفاصيل إيه الكلام اللي جانبي دي أول حاجة الحواس إيه الخامسة دي رقم واحد الحاجة الثانية عشان أكوه برضو الزاكرة في أكلات زي ما قلنا المرة اللي فاتت اللي هي بقى السمك أومجا سريع ما شاء الله حالكم زاكرة السمك أومجا سريع طبعا سفار البيت في مادة الكولين دي بتعليج الزهايمر أصلا استبانخوا الخضروات والفواكه طبعا والعسل بأنواعه دي كلها بغض النظر عنها بتنشط الزاكرة برضو بيتقوي يعني بيتقوي الجسم بنيان الجسمان مهمة جدا طبعا بيتقوي الجسم تمام في بقى التمارين اللي احنا قلنا من شوية اللي هو برضو بيقوي الزاكرة اللي هو بتاع التنفس التنغومي ده معنا في الموضوع المزاكرة على طول دي برضو إن أنا أعود زي ما حاطب قلت من شوية وأغمض عيني وأعمل التمارين ده إن أنا أقنشط المخ بوكشجين وأقول أنا زاكرة القوية وزي ما قلنا برضو المرة اللي فاتت ونقول كده لنفسنا أنا زاكرة قوي لازم مكنع نفسي أنا شاطر أنا مكتاد وكل حاجة لها كل معلومة لها تمارين قبل المعلومة وقبل التمارين معنا أسماء تفضلي أسماء تفضلي أسماء من أولا يا نور خط فصل تفضلي طب هنرجع لك يا أسماء ورجع لنا تاني تفضلي يا دكتور طب أنا قلت أن المخ طبعا في 150 مدار خلايا عصبية فما حدش يقول زاكرة ضعيفة وقلنا في مئة تريليون وصلة فعشان أكوز زاكرة المخ أصلا يعني إيه معتاك شوية حاجات بسيطة الأكلان دي مهمة النوم اللي واحد برضو ينام ياخد راحته في النوم زي ما قلنا من الأول المعلومة بتوصل من 6 إلى 8 ساعات من 6 إلى 8 ساعات فنام لحالة صحية والنوم كويس فالمعلومة هتخش في مكانها في المخ بترتبها متهندلة بتبقى في بيئة محيطة كويسة دي حاجة الحاجة الثانية المشي المقولنا الدكتور أرثر كرمر قال إن الواحد لما يمشي بسرعة ثلاث مرات في الأسبوع يمد يعني ده برضو بيقوي الزاكرة ده بيقوي نشط الزاكرة في ناس كتير متعرفش المعلومة دي على فكرة يا دكتور دي أنا أقولك إن دكتور اسمه أرثر كرمر المعلومة دي على بينشط الزاكرة تمام في حاجة ثانية برضو بتنشط الزاكرة إن أنا بغيّ ببدل الإيد يعني أنا لقتي مثلا بكتب بالشمال ممكن أكتب باللمين مثلا الحسيم أكتب بالشمال دي بتعمل الواصلات العصبية بتتوصل بالعب معقولة دي برضو حاجة الناس ما تعرفوهاش برضو تغيير الكتابة بالإيد دي جميلة جدا جدا وناس تشتغل عليها فترة قبل ما تكون جميلة معنا لأستاذ محمد فضل مساء الحير يا سيتي كل مساء الورد يا أستاذ محمد فضل سيد النور أنا متشاكل لحضرتك على حلقة جميلة ديت احنا بنشكرك يا فاني وبرضا لأستاذ الفاضل أهلاً وصلاً بي نور الشاشة باشا رباني يا كريمة يا أستاذ محمد شكراً شكراً تفضل يا أستاذ محمد لو حضرتك عندك طالب هيذاكر وكده حضرتك عايز تضيف أي معلومة للأستاذ حسام معناً أنا كنت محتاجة فاني أوصل معلومة ضغيرة بس فاني مراشة نعاسك يعني أهم من المذاكرة التركيز طمام ولعملي صح فيما معناه أن فيه فيه طلاب على كده الحياة بتزاكر ومش فاهمة حقيقي نقطة مهمة نقطة مهمة فعلاً فيما معناه أن الأستاذ الفاضل أنا مركز وحافظ جداً بس مش فاهم آآ دي مشكلة بنشكرك يا أستاذ محمد بنشكرك آآ دي معلومة مهمة جداً واحد يقعد يذاكر 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 وبعد كده تشوفت ليه مش فاهم حاجة وبيقرأ وخلاص مش فاهم حاجة خالص حاضر أستاذ محمد بنشكرك يا أستاذ محمد وأول حاجة التركيز تكلم فيها صح؟ آآ بعد كده مش فاهم احنا أول حاجة التركيز أنا عايز أركز دي بقى فيها تمرين برضو اسم محمد احنا قولنا بنشكرك أربعة اتنين تمانية اللي هو التنافس تناغومي إنه ناخد أربع عدات مكشجين وكل عدة تعتبر ثانية أو ثانية ونصف هنقول ثانية أربعة اتنين تمانية في التركيز بقى ده أربعة اتنين أربعة دي مش خطة الجهر دي في المنتخب لا ده هو التركيز أو أربع عدات أهو وقت معدتين وطلع في أربع عدات دي أول حاجة الحاجة التانية إنه ممكن الولد يسرح زي ما إيه يعني هو قال له هو مش بيركز ممكن يسرح معلومة مهمة جدا حاضر استرحان لما الولد يبدأ يسرح هيكتب كده في الكتاب ويريد يذكر من كتاب ليه بقى؟ هيمسك ألم زي ما أنا كده ماسك ويمسك كتاب معينا الأستاذ أحمد فضل يا أستاذ أحمد عليكم السلام فضل أشكر حضرتك على البرنامج وأشكر الأستاذ أشكرك يا أحمد عندي كده الملحوظة كده عايز أقولها طبعا تفضل أغلبية الثربة دلوقتي حاليا بتبقى أعدة بالذاكر وبتوسرة ممكن هي أعدة كده مثل بكل عصة حاجة بكل عصة وضعها في رجلية يعني أعدة بتوسرة فعلا عن التوتر يا أستاذ أحمد عن التوتر الطالب أثناء المذاكرة بنشكرك بنشكرك يا أستاذ أحمد شكرا في سؤال تاني؟ لا خلاص شكرا حاضر طبعا نكمل بسؤول أستاذ محمد حينما زعلوش بنا هنكتب الأسماء عشان بس ميزعلوش بقى ياما نيجي نرد عليه سريعا بس عشان وقت حلقتنا خلاص كده أستاذ محمد قلنا النوة بيعالج السراحيان إذنو يمسك ألم ويكتب مثلا عشرة 9 8 7 6 1 1 1 1 حيضا يرجع تاني يركز طب أنا في حاجة مهمة أسم محمد يعني ما خدش ولو منها أو ما كانش معنا الحلقة اللي فاتت إنه هو يقعد مع ابنه وابنه يشوف عايز يطلع إيه ليه بيذاكر بيذاكر عشان قاطر إيه عشان قاطر ينجح لا التركيز هيقل ويفضل زي ما هو أنا أريد هو البيذاكر عشان قاطر المذاكرة دي علم ثقافة عايز يعلم نفسه والسراحان برضو بيسرح وهو بيذاكر ما هو السراحان مالاتنين مرتبطين ببعض التركيز مع السراحان طيب إنه هو أما يعرف بيذاكر ليه ويربطها بحاجات أحسن من النوع عشان يمتحن لا ده يبقى أحسن ليه وبوضوع مش فاهم هو ابنه بيحفظ أنا عايزه يفهم يبدأ يفهم ويرسم المعلومة يعني أستاذ محمد أنا عايز ابنه يعود ويرسم المعلومة يذاكر ويرسم المعلومة ويحب المذاكرة ده من نسبة أستاذ محمد من نسبة أستاذ أحمد بيقول ابنه بيذاكر ومتوتر ليه؟ هو ابنه عارف إنه فيه متحان أو ممكن يكون حد بيضربه فإحنا برضو قلنا نفس الكلام مع أستاذ محمد إنه يقول أنا ليه بذاكر بص الموضوع كله بيلف على الحلقة اللي فاتت ليه بذاكر أول حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمني عشان بأخذ حسنيات عشان بابا وماما عشان بلدي طبعا عشان نفسي عشان نربط المذاكرة بيساقطه بالنفس طب إيه المعوقات يا فانتم إيه المعوقات يا أستاذ حسام اللي بتقابل الطالب أثناء فترة المذاكرة تمام الدراسة عبد الكاكولي هو قال حاجة أستاذ نحمد حلوة جدا الوقت بيقعد يلعاف في رجل وما ييجي زاكر طب أنا عضفلك بقى دي دي اسمها الهروب الكبير لو شفت فيلم الهروب الكبير دي مشكلة كلنا بنوع فيها يعني هي الهروب الكبير إن أنا بقعد زاكرة أفتح التلاجة أنا عضفلك حاجات تانية ابنك عملها أفتح التلاجة وقفل التلاجة أمسك الموبايل ألعف فيه أمش في الصالة واجئة أروح أنا عايز أكل لا إحنا عايزين نعمل حاجة حلو قوي فيه فيه تقنية اسمها برومدورو دي بتاع تحرير اسمه سيليريو الراجل سيليريو ده ده عالم قال لك إن الواحد يقعد يزاكر 25 دقيقة أو 20 دقيقة عشان خاطر ابنك ويرايح خمس دقايق ليه بقى ابنك بيهرب هو بيقعد يزاكر بس هو إيه مش قادر يزاكر بيهرب فلازم إنهما يقعد يأخذ كل حاجته معيه ويتعمل الموبايل بتاعه حافس انفراضي ويقفل القوضة ويقعد يزاكر ده سن المراهكة في طلبة بتدعب أولياء الأمور جدا في سن المراهكة ده بالذات إيه علاقة الطالب المراهك بقى بأولياء الأمور حاضر طب الطالب المراهك هنكتبقه عشان ما ننسيهش طالب مراهك أول حاجة هو أصلا سنه عايز يحسن إنه كبير وأبو خلاص بقى وكلام زي كده فهو في بعض الطلبة عنيد عصبي مشاكل الجواء داخلية سرعات مع النفس إنه هو أنا كبيرت خلاص طبعا الأب يعمل الأب هيقوله زاكر هو مش هيزاكر وقد رسالة أخيرة بنوجهها لأولياء الأمور قبل ما يختم حلقتنا رسالة أخيرة بس أنا دلوقتي هيقوله زاكر الولاد مش هيزاكر لا أول حاجة صاحب ابنك شاورو خدوك يا صديق عايز يقوله زاكر يوسع الإدراك بتاعه يعني أوسع الإدراك بتاعه هقوله المادة لي حلوة المذاكرة حلوة فلان الفلاني جاب درجة 95% دخل كله كذا بتوسع الإدراك إنت عايزه زاكر بس الطريق غير مباشر فبتتخرجه معاك تحكي له بعض الليوم بدعتك في الشغل عندك مشاكل في الشغل تحكيها له تبدأ هو يحس إن أنت صديقه وتخليه يشركك ما يعمل جوده المذاكرة يشركك لما يجي زاكر يقولك بقى أذاكر أذاكر إزاي؟ أعمل إزاي؟ صاحبه وشاوره وقرب منه وحفزه تجيبله وبرضه أساس محمد وزاحمة يعملوا كده مع عيالهم يحفزوا يحفزوا عيالهم ويصاحبوهم ويخرجوهم وكده وإن إحنا طبعا ما نسرحش في المذاكرة وإن إحنا طبعا نكون قد المسئولية عشان في ناس كأولاء أمور كتير قوي بتبقى فرحارة إن عيالها بيت حاجة وبتنجح آخر السنة وبتجيب مجمع كبيرة بنشكرك أساس حسام بنشكرك كان معينا أساس حسام عويس مستشار تدريبي بالأكاديمية الكندية والمركز العربي بنشكرك ألف شك بنشكركم عزيزي المشاهدين والله حلقتنا مع الأساس حسام قليلة جدا معين الوقت كان قليل بس إحنا بنتمنى أن إحنا تكون أفدناكم بالحلقة النهاردة وبنتمنى أنكم تكونوا استفدتم مننا وبنشكركم بنبركلكم وبنهنيكم برضو على انتصارات أكتوبر قبل ما نختم وقبل ما نقلأ أي حاجة كل سنة وأنتم بصحة وسعادة وخير وهنا ويا رب دايما نحتفل بانتصارات على جميع المجالات وكافة المجالات وبنشكركم إلى لقاء تاني وتحياتي نور قاسم ومع نور وإلى لقاء